الحقيقة الجهاز الفني للأهلي بيقرر تغريم محمود عبد المنعم كهربا كهربا اتغرم 200 ألف جنيه واتحارم من المشاركة في المباريات لمدة شهر قادم لعدم للتزام صحيح والنهاردة الخبر اللي تلع وخلينا دايما نتكلم باختصار شديد جدا جدا النادي الأهلي ما يميز إدارته هي عملية الثواب والعقاب فده أعتقد شاء أن يخص النادي الأهلي وخلينا نتكلم بكل أمانة ما تخليش الخبر ده ياخدنا من الأهم بالأهم دلوقتي عندنا الكيان النادي الأهلي يعني مباراة سيمبا طبعا في السوشيال ميديا هتلاقي أخبار كتير ليه وازاي ويبدأ الناس غير منتمين للنادي الأهلي يخشوا بتعليقات ملاش لازمة دي إدارة النادي الأهلي دايما النادي الأهلي الثواب والعقاب هو قانون النادي الأهلي ودايما بنحترم إدارتنا ومنحترم قراراتها وبالتالي يخلينا مركزين في الأهم الأهم إن شاء الله هو المشوار الأفريقي بإذن الله الفترة اللي جاية مباراة سيمبا فيتا كلاب إن شاء الله وزي ما قلت لحضراتكم مباراتين فيتا كلاب رايح جاي إن شاء الله نحصل على ست نقاط على الأقل خالص أربع نقاط نرجع إن شاء الله بإذن الله على المريخ ونفوز والمباراة الأخيرة هتكون بإذن الله أمام سيمبا برضو نفوز وأنا نتصدر المجموعة بشكل جيد